موسيقى مشروعنا من صناعة محلية طبعاً الصناعة كاملة من تصميم وإنتاج وقطع خشبية كلها محلية هم الأساس بالمشروع هم بنتين سعوديات اللي هم خواتي هم اللي أسسوا المشروع هذا جدنا الشعر محمد العبدالله فكان لنا آثر كبير بالعبارات والشعر والعبارات المنطقة اللي توصل للقلب كان عندنا مجموعة كبيرة من العبارات المنطقة قبل بداية المشروع لكن مع بداية المشروع ساعدنا كثير العبارات اللي احنا حظينا عليها من زمان التصاميم احنا نميل للبساطة بالتصميم وكثير بدأ يمشي على النهج هذا وهذا أكبر دليل على نجاحنا لكن حنا نؤمن المقلد لا يمكن أن ينجح موسيقى موسيقى احنا من منتجاتنا موجودة الروحات المماغنة اللي على الثلاجة مثلا ممكن تنحط على الثلاجة من برضه من منتجاتنا المجموعات الجدارية هذي اللي ممكن الواحد يضيف لها اللمسات الخاصة فيه من عبارات أو كأسماء مثلا للزوجين وتاريخ الزواج متبقى للذكرى طبعا مجموعات الجدارية هذي ممكن قد يكون لها أكثر من طريقة ممكن تنحط على الطاولة كتجميل للمكتب أو ممكن تكون على الجدار في عدة خيارات لها وطبعا مماغنة تكون مماغنة موشرة على الثلاجة فرضا على على أي سطح حديدي على المكتب على الجدار برضه ممكن برضه من الممتجاتنا عندنا القطع للشوكليت تقدم بطريقة جميلة ممكن تكون في قطع حبات الحالة مقدمة بطريقة جميلة أو مع بوكسات شوكليت من الممتجاتنا برضه صناديق للشاي للسكر النوتات للجامعة مثلا لوحات الجدارية الكروت الأهداع عندنا مكتب كبير من الكروت الأهداع لو تلاحظون كثير من المشاريع بدأت وتطورت بأشياء بسيطة وحققت نجاح كبير أكيد الشغل أكيد أنه شيء إيجابي طبعا بالبداية بيكون صعب جدا أنا بالبداية كنت بشغل بسيط جدا ومتعب جدا ولكن حاليا تعديس المرحلة هذه وصار مشروع كبير جدا والله اشتركوا في القناة